أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا إلى يوم الثلاثاء عشرين أربعة القمر اليوم تقريبا أغلب اليوم رح يكون في منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو رح يمكث في هذه المنزلة لغاية الساعة ثمانية وثمانة عشر دقيقة مساء المساء يوم الثلاثاء عشرين أربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح ولكن المشكلة أنه اليوم بعد خلو المسار القمر رح يشكل ثلاث زوايا سلبية فعشان هيك رح يكون القمر منتحس بشكل كبير القمر طبعا خلينا نبدأ زي ما احنا متعودين أنه القمر ما زال موجود في برج السرطان رح يمكث في برج السرطان لغاية ساعات الصباح في عنا خلو مسار اليوم طبعا القمر هو موجود في برج السرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومننا ممكن يضرف الدموع هو بقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبته ما مثلا أو شجيرة الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت منتع في البيت الزاوية اللي رح تصير الليلة هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 12 وثلاث دقائق بعد منتصف الليل لبتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار ببدأ الساعة 12 وثلاث دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 وثلاث دقائق فجرا رح يستمر خلو المسار هذا للساعة 16 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر رح يستقر في الأسد الساعة 16 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بتوقيت الأردن الساعة 19 و10 صباحا ورح يصير تأثيره على جميع الأبراج أنه بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز يعني حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واختناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا زي ما حكينا في عنا ثلاث زوايا سلبية أول زاوية رح تكون زاوية تربيع بعد خلو المسار هاي رح تكون بين القمر والشمس هيك القمر بصير ربع اللي هو نصف البدر تماما هاي رح تكون الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا وهذا الاتصال بخلق حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة لزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة عشر وثمان دقائق صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية التربيع سلبي برضو بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وعشرين دقيقة مساء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب طبعا القمر بما أنه موجود بالأسد أو رح يكون موجود بالأسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اثنين وعشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة اتناش وأربع دقائق بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وسبع دقائق عصرا لينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر زي ما حكينا القمر المربع تسع أيام في تمام الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح عشر أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في السرطان بدي ينتقل للأسد زي ما حكينا ورح يمكث فيه لغاية اثنين وعشرين أربعة هو اليوم منتحس بنسبة تصل لسبعين في المية أما بالنسبة العطارد في الثور حتى أربعة خمسة سعيد بنسبة خمسة وثلاثين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة منتحسة بنسبة خمسين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة وثلاثين في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% أما زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم تنهمكوا في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح أهم يشينكم أتحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بيجوز اليوم الفشل الفترة هاي بتحمل بعض مصاريف منزلية في ساعات الصباح القمر طبعا رح ينتقل وصير في الأسد فبتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة ناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات ولكن بدك تحاضر من سوء تفاهم ممكن ينتج ما بينك وبين الأحبة أو أحد الأبناء برج الثور ابتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة كونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ابتتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة بتتمتع اليوم بلقاءات واجتماعات عمل مفيدة ومهمة بالنسبة لك وممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة طبعا هذا الأمر رح يظل لساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو انشغال بمسألة عائلية معينة ممكن تلفت انتباهك أو تعيرها بعض الانتباه أكثر من وقتك يعني برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية خففوا من النفقات قدر الإمكان بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ في أمور إلها علاقة بالنقاش هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات وللمطالبة بحق لا إلك بتقدر اليوم تمارس برضو صلاحياتك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل بصير عندك في البيت الثالث لا إلك فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات أهم إش أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات تضبطوا أعصابكم أثناء الحوارات والنقاشات من العصبية والحدية ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أنتم مشحونون بنشاط وحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم ممكن تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها يعني القمر بصلت الضوء على دعم خارجي وربما على اهتمامات مارية وقروض وديون وأشياء من هذا القبيل يعني برضو فيه شيء له علاقة بقرار جديد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا ابتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع طبعا لغاية ساعات الصباح القمر بيظل موجود بالسرطان فعشان هيك بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة ما تنتظر جواب لأنه ممكن الظروف تكون فارغة أو يصير في تأجيلات بتهدأ الأجواء وبتخف وتيرتك حتى الركود لا تستعجل الأمر عشان ما تخيب أمالك حاذر من بعض التراجعات الصحية مع اقتراب ساعات الصباح تمتلقوا نشاط يعني في نوع من الحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لأشياء بتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك الأجواء بتصير إيجابية لأنه القمر بصير عندك فتعتبر هاي من الفترات المميزة اللي رح تمر عليك من بعد ساعات الصباح برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بيحمل هذا اليوم فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم انت بتملك القدرة على التواصل البناء الظروف جيدة لحشد الدعم حاول انك تلعب دور بالناء خلال الآن لغاية ساعات الصباح وتنجز كل الأعمال المهمة لأنه من ساعات الصباح القمر رح يصير بالأسد يعني ببيت متاعبك فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء انكم ما توقعوا على عقد وما تحسنوا أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بتطلب منكم بس انكم توموا بالأشياء الروتينية فقط برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ووسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل وبرضو ممكن يحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو العبء بتتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش انك ما تجازف باستقرارك المعنوي أبو الشخصي هدئ من روعك الفترة هاي بتحمل انطلاقة بتثير نوع من أنواع التوتر أو الخلافات لغاية ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية فبتنشطوا بين الأصدقاء أكثر منكم ممكن يشارك في حفل أو في مناسبة سعيدة أو حتى ممكن يكون في دعم من أحد الأصدقاء لإلك أو بعض المساعدات الجانبية برج العقرب بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية طبعا هاي الأمور بتظل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تتجنب الخلافات وإسعى لتلطيف الأجواء ابعد عن العدوات قدر الإمكان وما تخالف القوانين مهما كانت الظروف لأنه طبعا بيكون بيت سمعتك وانت مش ناقصك أي مشاكل برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويذ سارع لتصحيح الأخطاء والاستعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتصير إيجابية جدا بالنسبة لها إلك وبتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان جامعي أو دراسة بدو يركز بشكل جيد هذا اليوم برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة يعني ما بين الأزواج هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو بمسار أحد الأمور أو بخطوة معينة أو تغيير نمط معين لا بأس في ذلك لأن الظروف ضاغطة لا توجه انتقاد لأحد وانتبه لصحتك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم في العمل بتكثر عندكم اليوم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر عندك المسئوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على عملك وباكر إليه بشكل جدي من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم شركاء العمل أو شركاء العاطفي يعني الأزواج وحاضروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما ضخموا الأمور يبعدوا عن المشاكل لأنه بالفترة هاي طاقتك بتكون ضعيفة برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن اليوم تحتفل بإنجاز أو بانتصار أو بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر عندك هاي فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم طبعا هاي بتستمر معك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم وبتكوا تنتبهوا لأعمالكم ممكن يتراكم فيها العمل عندكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم الأهم أنك تنتبه لأعمالك وتنتبه لصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر